يستمر حماس المشاركين في اختبارات الجولة النهائية للتصفيات المركزية والمعيارية مما فيها اختبارات المعلوماتية لأكثر من 59 طالبا وطالبة في كلية الهندسة المعلوماتية بدمشق باختصاص المعلوماتية مطلوب من المتسابق أنه يكتب كود يعني يكتب برنامج ليحل مسألة معينة فنحن نعطيه مجموعة مسائل هو مطلوب منه أنه يكتب برامج بلغة C++ تكون هاي البرامج بتحل هاي المسائل بطريقة مناسبة هلأ اللي عم يصير معنا اليوم هي المرحلة النهائية تصفيات المركزية والمعيارية النهائيات المركزية والمعيارية بمختلف الاختصاصات مستضيفتنا كلية الهندسة المعلوماتية بجامعة دمشق أمنت لنا خمس مخابر بمئة كمبيوتر لأن المتسابقين معنا مجموعة 95 بين اسمه 73 هنا عم يقدموا الاختبار المركزي و22 عم يقدموا الاختبار المعياري الاختبار المركزي هو مؤهل للدخول للفريق الوطني كلية الهندسة المعلوماتية احتضنت طلاب الأولمبياد وأقيمت لهم اختبارات المعلوماتية حيث بدت اختبارات الجولة الثانية أكثر دقة ومعيارية ضمن أجواء المنافسة على عضوية الفرق الوطنية للأولمبياد العلمي السوري الفحص هو بشكل عام أغل وحد ما فوت عليه بتوتر يعني له هابر فحص يعني له جو بس نحن بننصح طلاب دوما ونحن هيك بنشتغل يعني أنه نخوضها التجارب قبل بالبيت يعني نحن نحط حالنا بجو فحص نحط حالنا بجو امتحان قبل ما نفوت لبل الامتحان الرسمي بشأن نعود حالنا على هذا التوتر ومن توتر بقلب الفحص هنا وما نجيب العلمات اللي نحن لازم نجيبها اكتسبنا صراحة يعني كتير خلال الثلاث سنوات والأولمبياد يعني كتير اختلفت بين مثلا أنا أول بصف العاشر هلما أدخل للأولمبياد وهلأ كتير اكتسبت معارب كتير خبرات يعني كتير تغير نمط تفكيري أسلوبي تعلمت كيف إبحاث دور اكتشف يعني تصار عندي رغبة بالبحث رغبة بالتفكير المنطقي كتير كتير شغلات يعني اختلفت فيني تحسنت كأسلوب تعرفت كتير على أشخاص جودات طموحي حاليا إن شاء الله نمسي صورة بالأولمبياد العالمي المعلوماتية لسي العبارة عن أسلة منطق وبرمجة بتتاعد الواحد اللي يطور تفكيره ووسع مداركه بتفكير خارج الصندوق حتى عم شاركي مع الأولمبياد من وراء مصابقات تانية فأنا استمعي فرصة كمان سنتجاي فأنا هل عم تلم معلومات اللي بيعرفوها العاشر والحد عشر فهذا بالعكس كتير بنمي المهارات وبيعلم الواحد يفكر أنه بكل المجالات وبيسهلوا كل طرق أنه أي شيء مشكلة بتواجه بيصير بيعرفي حل أكثر منافسات لكشف حالات التمييز بين الطلاب من مختلف المحافظات السورية بكل من العلوم الأساسية الخمسة منافسات علمية عالية بحثا عن الأكثر تمييزا من اختصاص المعلوماتية في التصفيات النهائية للأولمبياد العلمي السوري لعام 2022 للإخبارية السورية زينب عاقل دمشق